على خلفية اجتماع وفد من اقليم كردستان إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء وحل مجموعة من الملفات العالقة بين الاقليم والمركز تبينت الاراء حول اهم الملفات التي بحثها المجتمعون لاجاد الحلول لها في خضم التوترات السياسية بين بعض السياسيين العراقيين ضد اقليم كردستان تقوم قيادات كردية بجولة من الزيارات على راسها الولايات المتحدة الامريكية واخرها زيارة إلى بغداد جمعت رئيس الوزراء حيدر العبادي مع مسرور بارزاني مستشار مجلس امن الاقليم ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين حسب ما هو معلن كان الاجتماع للحديث عن العلاقة بين اقليم كردستان وبغداد والتعاون والتنسيق في الحرب على اليرهاب ومعركة تحرير الموصل وايضا التنسيق فيما بعد تحرير الموصل او الحفاظ على الامن والاستقرار في المناطق المحررة نعلم جيدا هناك متطلبات في المرحلة القادمة مسألة عودة النازحين إلى مناطقهم ومسألة التنمية كل هذا يطلب جهد وتنسيق بين حكومة تقليم كردستان والحكومة الاتحادية على كافة المستويات رسميا خرج الاجتماع ببيانين لبغداد واخر الاقليم يصب في الانجازات العسكرية المتحققة في الموصل والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية وبضمنها قوات البيشمرقة لتحرير الموصل والتعاون بين قوات الجيش والبيشمرقة الذي خلق نوعا من الثقة والانسجام الدياء إلى نتائج سريعة ومهمة في دحر العدو وأن هذا التعاون سيكون انطلاقة لعلاقة أكثر تفاهما بين المركز والإقليم في المستقبل في الفترة الأيام الماضية كانت هناك بعض الأزمات أو بعض التحشدات العسكري التقارب العسكري ما بين الحجد الشعبي والجيش وقوات البيشمرقة في منطقة شنغال وهذه المناطق خوفا في أن تكون هناك تصادمات كانت هناك مخاوف من وجود تصادمات هذه كانت أحد نقاط المهمة للبحث النقطة الثانية ما توصل إليه السيد مسرور بازاني خلال زيارته إلى أمريكا كانت النقطة الثانية ومساند بعض الدول وكيفية إجراء الاستفتاء المقرر إجراءه وتدور أحاديث في الأرويقة السياسية عن الأحاديث غير المعلنة في الاجتماع فيما أشار البعض إلى تناول مواضيع أخرى لها علاقة بمواضيع الاستقلال وترسيم الحدود الكردستانية وتصريحات المغرضة من بعض السياسيين العرب الصدر قسم منها من كما ذكرت من سيد المالكي والآخر من أصائب الحق ومن بعض المسؤولين أو الغير المسؤولين في الحجد الشعبي الذي دائموا تطوير هذه العلاقة والإستفادة من هذه الأجوال القضاء على عدونا المشتركات داعش نحن لا نعتمد على هذه التصاريح نحن نعتمد على الموقف الرسمي من الحكومة العراقية وينتظر الإقليم حتى يصل إلى الاستقلال المنتظر ثلاثة نقاط مهمة هي تصفير الأزمات الداخلية والثاني يتضمن التفاوض مع بغداد لتأمين استقلال سلمي وسلس وأخيرا تطمين القوى الإقليمية بأن الاستقلال لن يؤدي إلى أي أضرار في العلاقة المتشابكة في المنطقة لقناة الفلوجة عبيد الشريف